نجوة عامر يا دكتور نجوة عامر بتقول عاوزة علاج للحفر لسن 12 سنة بسبب حساسية وهي صغيرة جال حساسية وصغيرة 10 سنة ده معناها جالها حب الشباب وتساب دي رسالة للأهل للأب والأم والبتاع لو انت انا ما اتكلمهم هم لو انت الأب والأم كان جالها وهي صغيرة حبوب وثابت حفر ولادها بقى دي مسئوليتها من اول حبة بنسميهم سكار برون يعني سكار عندهم عرضة انهم يحفر فضروري برضو النتلوك والأيزو تريتينوين ناخد منه بانتظام اسمه ايزو ايه تريتينوين تريتينوين يا جامل ايزو تريتينوين ناخد منه ايزو تريتينوين بقى انا ساعة قبل البنورك بنحفظها الله يكرمك شكرا فالمهم ده بس ضروري بعد الاكل ولما ناخده بعد الاكل هنبقر لتريتمنت قبل ما يحفر طب على رأي يا مونة قالت طب حفر 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 ده بس ده ممكن تكون حاجة تانية غير كده حساسية وعملت لها حفر ديت هنقوم عملي لها ليزر الصراحة بتحسن بسرعة او في جلسة واحدة يا دكتور ثلاثة ثلاثة وهي وهي بقى هتلاقيها ما بلاش مرة ونمشي اه ما بلاش مرة ونمشي اللي سكار كمان اللي هما دايما اقول لكم اللي بيبوا دخلين الكلية الحربية مش انتوا يا اللي دخلين الكلية الحربية دول او الخربيش تقول لك اختي صغيرة خربشتني اخويا با او قشرنا التعوير بدري بتاعمل اللي كان بقى الجدري والجدري كمان زمان كان بيعمل بقى حفر بيعمل حفر سكارفيكس ديت والسكابيو والسيكالفيت بيحسن الدين طيب دكتور فيب تهال بتقول لحضرتك عايزة شامبو كويس للأطفال بس للأطفال يمنع التساقط ويطر الشعر تهال حاضر يا بتهال الشامبو كويس عشان يمنع الاشرف نفس الوقت ولا عايزة تمنع التساقط ويطر الشعر دين سياج ده انا بحبه قوي قوي مجبس يبادات دين سياج حنعمله مرة والأنيفوجين بتاعه الكونديشنر بتاعه ياه حتلاقي الدنيا في مجموعة كبيرة هي تتحسن عليها قوي 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 كمان